ده خد الهدية خد الهدية والهدية النهاردة نواثق ان كلكم حافظينها صورتين من صور القرآن مفيش واحد فينا صغير او كبير الا ان شاء الله يكون حافظه لكن احنا مشكلتنا يا جماعة بنحفظ حاجات كتير وما نعرفش فضلها وما بنتمسكش بيها اما على سبيل التهاون واما على سبيل الدنيا السريعة فبننسى مع ان السورتين دول سبحان الله العظيم لو انت ادمنت قرائتهم ربنا يقيك شر لكل حاسد عارف السورتين دول احب الصور الى الله سبحانه وتعالى وتخيل السورتين دول سيدنا عقبة بن عام الريح للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان راكب دبته فحطي ايده على دبت النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله انا عايز اقرأ عليك وسيدنا عقبة بن عامر يبدو ان هو مختار حاجة يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رأيك يا رسول الله انا اقرأ عليك ايات من سورة هود وايات من سورة يوسف فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا انك لن تقرأ سورة احب الى الله ولا ابلغ عنده من كل اعوذ برب الفلق وفي رواية تانية ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عقبة الا اعلمك صورتين خير صورتين يقرأهما الناس فسيدنا عقبة بن عامر قال له طابعا يا رسول الله هي دي حاجة تفوت النبي بيقول لي علمك صورتين اخير صور يقرأوا الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرأه صورة الفلق وصورة الناس ووصاه اني ما يسيبهمش ابدا انت خيالوا ان سيدنا عقبة بن عامر بيقول انا ما سيبتهمش ابدا حتى في الصلاة بس مش تهون ولا استغطار انما كان يقرأ اللي يقرأه وبعد كده يقرأ صورة الفلق بعديها ويقرأ صورة الناس زي ما كده عندنا صورة منسية بقولك عليها مرة تانية من السنن المنسية ان احنا نختم بها حتى بعد كراءتنا للكراءة اللي بعد الفتحة فصورة الفلق وصورة الناس مهم جدا حتى بعد ما تقرأ صلاتك اختم بيهم وفي كل وقت اقرأهم فهما صورتان احب صور الى الله سبحانه وتعالى مش كده وبس ابلغ صور عند ربنا سبحانه وتعالى مش كده وبس يحفظك الله بهما من كل حاقد وحاسد مش كده وبس لو خفت حسد انسان وقرأتهما في وجهه سرا كفاك الله شرعيني موسيقى 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 اشتركوا في القناة